ترجمة نانسي قنقر ومبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنفسية والعدالة اهتمام متواصل من مملكة البحرين لحماية البيئة بكل صورها البرية والبحرية والجوية فقد أحرزت المملكة على مر السنين تقدما ملحوظا بشأن التزامها تجاه أهداف الأمم المتحدة بشأن التحديات البيئية والمناخية وتحقيق أهدافها الطموحة للتنمية الوطنية وذلك مواصلة لدعمها في نشر الوعي البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية وسط تمييزها بمنظمة وطنية متكاملة ومستدامة من التشريعات والإجراءات التنفيذية الفاعلة للحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية والأراضي والحياة البرية والبحرية ودعم التنمية المستدامة من هنا فقد قطعت مملكة البحرين شوطا كبيرا في مجال حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد المفدة ومتابعة سم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إذ دمجت أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن خطط الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية إضافة إلى دعم الجهود الدولية التي تعنى بالتعامل مع التحديات البيئية والمناخية فضمن الجهود المملكة في هذا الجانب جاء إنشاء المجلس الأعلى للبيئة عام 2012 والذي أولى بدوره الاهتمام الكبير في المحافظة على البيئة وتنسيق الجهود الوطنية لاستعادة النظام الإيكولوجي على أكمل وجه فالمملكة تحرص عند تنفيذ المشاريع التنموية أن يكون مراعيا دائما للاستدامة واشتراطاتها الدولية حيث عكست بذلك جهودها الحثيثة وعملها الدؤوب في المواصلة لأفضل النتائج التي ستجعلها في مصاف الدول المتقدمة من جهتها تعمل هيئة الطاقة المستدامة على تعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة وحرصا على استمرار المسيرة التنموية في قطاع الطاقة المستدامة فقد تم البدء في تنفيذ عدد من المبادرات المدرجة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وإنجاز عدة مشاريع رائدة في هذا المجال لجعل مملكة البحرين مركزا للتمييز في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومثالا يحتذا به في تحقيق التنمية المستدامة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين